إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الفيديو اليوم عن إزاي اعتني بالنجيلة في فصل الشتاء علشان اعتني بالنجيل في فصل الشتاء لابد أولا إن أنا أكون باعتني به في فصل الصيف لأن لو النجيل دخل فصل الشتاء عليه وهو قوي أخدر فيتحمل البرد والساعة ولكن لو دخل عليه الشتاء وهو ضعيف زي ما حضرتكم شايفين كده فما يتحملش فيحتاج مني يعني اهتمام كتير فمطلوب إن احنا نهتم بالنجيل في فصل الصيف نهتم إن احنا نقص النجيل يعني في فصل الصيف أقل حاجة مرة في الأسبوع نهتم بالرأي أقل حاجة ثلاث مرات في الأسبوع كمان نهتم بالمبيدات رش المبيدات كمان نهتم بالتسميد زي النطرات واليوليا والن بيك يعني نهتم بالأسمدة والمغزيات فيدخل معنا النجيل في فصل الشتاء زي ما حضركم شايفين كده النجيلة دي في الشتاء ولكن لو دخل علينا فصل الشتاء والنجيل ضعيف فيحتاج مني اهتمام كتير ونهتم به يعني بدري فياخد مني مجهود وياخد مني شغل ويظهر عليه النتيجة بتاعة العناية دي بعد فترة طويلة يعني نشوف حضراتكم النجيلة دي في الشتاء والنجيلة اللي حنشوفها كمان شوية برضو دي في الشتاء ولكن فرق كبير فدي حتحتاج مني مجهود كتير ولكن الأولانية محتاجتش شغل كتير فلو هي كده حنحتاج إن احنا نقص النجيلة نقص النجيلة على أقل درجة وبعدين بعد ما نقص النجيلة على أقل درجة نغطي النجيلة إما إن احنا نغطيها بالكمبوست لوحده أو كومبوست مع راملة أو راملة لوحدها المهم إن النجيلة تتغطى فعشان كده محتاجين إن احنا نهتم بالنجيل في فصل الصيف علشان يدخل عليه فصل الشتاء والنجيل أخضر مشاء الله وقوي طيب لو دخل علينا الشتاء والنجيل ضعيف نعمل إيه؟ نقص النجيلة ونغطيها يعني هنا بيغطوا بكمبوست بس نغطي النجيلة بكمبوست أو برمل أو رمل معكمبوست بس ونهتم بالمية بتاعتها بعد ما بنغطيها بالرمل والكمبوست أو بالكمبوست بس بنزبط المية بتاعتها شوية يعني مش مرة واحدة بس في فصل الشتاء ولكن ممكن نزود الرأي ممكن يكون مرتين أو ثلاثة بعد ما تغطت بالكمبوست أو بالرمل أو بعي حاجة غطيها كومبوست ورمل كومبوست الواحدة كمان نهتم إن ما يكونش فيه غريبة الحشائش الغريبة في النجيلة نهتم إن إحنا دايما بنشيل الغريبة دي وحنشوف النجيلة دي بعد ما خدت الكمبوست بعدها بأسبوعين 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 ده حضرتكم بشكل النجيلة بعد أسبوعين من الكمبوست فقال مسألة الحمد لله سهلة لو مش هنحط كومبوست ونحط رملة المهم نغطيها لفصل الشتاء لو هي دخلة ضعيفة وفي نهاية الفيديو لو الفيديو عجب حضرتكم ياريت نشير الفيديو ونعمل إعجاب ونشترك في القناة لو إحنا مش مشتركين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته